تأثرت كثيرا بهذه الصور بتصريحات الأطفال دكتورة إدرانج ناجي قال أن هؤلاء الأطفال اليوم بحاجة إلى أن تضمد جراخهم الجزائر ستفعل ذلك ستضمد هذه الجراخة أليس كذلك تقول وتفعل مثل ما قال دكتورة هذا الواجب الذي على كل حر أن يقوم به بما استطاع بما أتيح له من توازنات أن يقوم بها في مثل هذه الأوضاع الكارثية التي يعيشها أهلنا في فلسطين وفي غزة تحديدا استقبال هؤلاء الأطفال أهاليهم مرافقتهم كما تكلمنا في بداية البرنامج صحيا ونفسيا هذا الواجب الذي على عاتق كل في مجاله الطبيب في مجاله المعالج النفساني الأستاذ المعلم وهذا كله إن شاء الله في حسنات إن شاء الله كل من أمر وكل من نفذه مثل هذه المبادرات وفي حقيقة هذا القهر الذي يشعر به الإنسان والعجز الذي يشعر به تجاه هذه المآسي التي يشاهدها يوميا ويتابعها يوميا والتي يعيشها أهلنا في غزة وللأسف لا أدري إن كان التاريخ قد عاش مثل هذه المآسي التي يشاهدها المجتمعات والعالم جميعا يشاهد هذه المآسي ولكنه لا يتحرك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر